قولنا إنما كنا نخوض ونلعب قلع بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا كد كفرتم بعد إيمانكم إنهم كد كفروا بعد إيمانهم بسبب كلمة تلفظ بها اللسان أيها الإخوة فإن اللسان خطير فإن الإنسان باللسان يكذب ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتهر الكذب حتى يكتب إن الله كذاب فباللسان يكذف الإنسان ويرمي إمراتا أفيفة بريئة مهصنة إنه يفعل ذلك باللسان وعد النبي صلى الله عليه وسلم الإفتراء على المهصنة الإفتراء على إمرأة بريئة فإن النبي صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والدي قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والدي قال يسب الرجل أبا رجل فيسب أباه وأمه فيسب أباه وأمه فكيف يسب أباه وأمه باللسان إذن أيها الإخوة اللسان شأنه عظيم وخطره جسيم فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا قائدة إذا التزمنا بها فإنا نكون على جانب السلامة بإذن الله ما هي هذه القائدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمد هذه هي القائدة التي بها توزن الكلمات التي بها توزن الأمور إذا أردت أن تنطئك بالكلمة انظر إليها تفكر فيها مليا هل هذه الكلمة خيرا هل هذه الكلمة تكون سببا للخير أم تكون سببا للشر إذا كانت كلمة خير تكون سببا للخير فعليك أن تنطئك بها وإذا كانت كلمة شر وتكون سببا للشر فلا يجوذ لك أن تتكلم بها ولا يجوذ لك أن تتلفظ بها فالسلامة ساعة إذن هي السكور إذا كان الكلام ذينة فإن سكوت سلاما إذا كان الكلام زينة فإن سكوت سلامة أيها الأخوة ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده لا تكون مسلما حقيقيا لا تكون مسلما كامل الإسلام إلا إذا سلم المسلمون من لسانك ويدك ولماذا قص الله تعالى اللسان لأن اللسان هو ملك للبدل كيف يكون ملك للبدل يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر لسان وفي لفظ تكفر اللسان يقولون نحن معك إذا استكمت استكمنا وإذا استعوجيته إيوجينا فالإنسان باللسان يكون مستقيمة فالإنسان دائما مختبئ وراء لسانه فإذا رأيت الرجل ساكتا فإنه يكون يأنزو مهابا وإذا تكلم بهذا تستطيع أن تتميز هل هو عالم أم هو جاهل هل هو مؤمن أم هو فاسق هل هو موحد مؤمن أم هو مشرك مبتدئ تستطيع أن تتميز هذه بلسانه بما يتكلم به وبما يتلفظ به ولذلك يقولون أهل النار لما كانوا في نار جهنم يقولون وكنا نخوض مع الخائضين إنهم كانوا يخوضون في أعراض المسلمين وكانوا يخوضون في أقوال وكانوا يخوضون في كلمات التي تكون سببا لسكن الله تبارك وتعالى أيها الإقوة علينا أن نرأي ألسنتنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل قال له كف عليك هذا وأشار إلى لسانه فقال معاذ بن جبل يا رسول الله أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به وفي لفز وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم به وفي لفز وهل نحن مؤاخذون بما تندق به ألسنتنا فقال الله النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ سكلتك أمك وهل يقب الناس على وجوئهم أو على مناخرهم في النار إلا حسائد ألسنتهم أيها الإخوة أكثر ما يذكر الإنسان النار هو اللسان يوم القيامة اللهم 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 طيهر لساننا من الكذب وطيهر ألسنتنا من الخيانة وطيهر ألسنتنا من النفاق أيها الإكوة هذا سفيان ابن عبد الله جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قل لي في الإسلام كلمة لا أسأل عنه غيرك وفي لفظ لا أسأل عنه أحدا بعدك فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقيم وفي لفظ قل ربي الله ثم استقيم فقال سفيان ابن عبد الله ما أخوف ما تخافه علي يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخافه عليك هذا فأشار إلى لساني اللهم ازدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهننا وعادنا ولا تهرمنا ورضنا ورضعنا وانصرنا ولا تنصر علينا وكلنا وماءنا ولا تكن علينا وجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم مسئنا مساء العامنين وصبهنا صباح الصالحين وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوك والإسيان وجعلنا من الراشدين برحمتك يا رحم الراحمين اللهم ذلحب للشديد والأمر الرشيد نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين شهود الرقاء السجود الموفين بالأهود إنك رحيم ودود تفعل ما تريد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومنوالا أما بادو فيا إباد الله يأكو باين الله للي الله مدوكي سركي ياهالي جدان عدم كما سيسا دان عدم يا زمين دا غبوب ودنان غبوب دي الله يسا ودان عدم سوني سكي تي مكا ودان عدم واجل لا يوم ستي ودى كله سنن سوني ودن دا سكي تي مكا ودان عدم واجل يبوتو وعلى آله مدوكي سركي وينن غبوب دا الله مدوكي سركي يا صاحب ودان عدم سيئي يسو دي اينا اندى دان عدم ينا ينه انفاني دسو يبوتو وعلى سنن دان عدم ينا ينه انفاني دسو وجل سابا وعلى ودان غبوب شيا سا يزما با انفاني كا دي شبا با ين سنن ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر 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 نانسي قنقر